رعى قدس الآب الدكتور جهاد الشويحات النائب البطرياركي للاتيني في الأردن وبحضور مدير عام المدارس والأمين العام للمؤسسات التربوية المسيحية في المملكة والآباء الكهنة والمدير التنفيذ لمدارس البطرياركية السيدة سمرس ميرات حفلة تكريم الإدارة العامة لمدارس البطرياركية لطلبتها المتفوقين بالأنشطة اللاصفية بمختلف الميادين وفي بداية الاحتفال الذي أقيم في قاعة كنيسة القديس بوليس الرسول جبيهة هنأ المدير العام لمدارس البطرياركية الأب الدكتور فراس نصروين الطلبة المتفوقين مشيدا بما بذلته هذه المدارس البالغ عددها 23 مدرسة من جهود مكنتها من التفوق في الكثير من المجالات كما ألقى الأب سامر مدانات كهن رعية القديس بوليس الرسول كلمة أعرب فيها عن الفخر والاعتزاز بالمتفوقين الذين وصفهم بثمرة إلهية أعطاهم إياها الرب وأحسن استثمارها واختتمت كلمات الاحتفال الذي أداره المربي رائد حداد منسق عام الأنشطة لمدارس البطرياركية بكلمة راعي الاحتفال الأب الدكتور جهاد الشويحات التي شكر فيها طلبة المتفوقين بمختلف الأنشطة اللاصفية مسنداً الفضل إلى التوجيه الناجح من قبل مدارسهم ومعلميهم حيث نحتفل أيضاً بيوم المعلم وفي ختام الاحتفال كرم الأب الشويحات الطلبة المتفوقين ولجان التحكيم والمؤسسات الداعمة للأنشطة اشتركوا في القناة